قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق إن إسرائيل تهدف إلى التلعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشيرا إلى أن توافق تضفق المساعدات عبر معبر رفح البري نتيجة مباشرة للعضوان على القطاع وضف عبدالخالق في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطوراته في رفح الفلسطينية أن مسعى مصر لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار بالقطاع نابع من مبادئها التي لا تقبل المساومة وأن مصر ستستمر بلا كلل لإيجاد السبل لإنفاذ المساعدات للقطاع وأوضح أن مصر ترفض رفضا تاما العضوان على رفح الفلسطيني مطالبا بضرورة إيقاف كافة العمليات العسكرية على كامل القطاع وموضحا أن تواصلت العضوان على القطاع يؤدي إلى استحالة العمل الإغاثي والإنساني أعلنت القيادة المركزي الأمريكي أنه تم حتى الآن تسليم أكثر من 569 طن متريا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف البحري المؤقت لكنها أوضحت أن جميع المساعدات لم تصل إلى المستودعات وقالت الأمم المتحدة أن عشر شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية تم نقلها من موقع رصيف بوسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة لكن لم تصل سوى خمس شاحنات محملة بالمساعدات إلى المستودع يوم السبت بعد أن أخذ فلسطينيون حمولة 11 شاحنة أخرى في أثناء الرحلة التي مرت بمنطقة أشار مسؤول بالأمم المتحدة إلى أنها شهدت نقصا في المساعدات ولم تطلق الأمم المتحدة أي مساعدات من الرصيف يومي الأحد والاثنين استشد عدد من الفلسطيني وأصيب آخرون في قصف للإحتراء الإسرائيل على عدة مناطق في قطاع غزة واستهدفت غارات إسرائيلية مجموعة من الفلسطين في جبالية شمال القطاع فيما استشد خمسة أخرون في قصف استهدف منزلا في بيت لهيا كما استشد ثلاثة فلسطيني وأصيب آخرون في غارة لطائرات الاحتلال على منزل في حي طفاح شرق غزة يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي إصابت جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها وذلك تعليقا على طلب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو وأضافت أنها ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة وهو الحل الوحيد الذي سيمكن من استعادة أفق السلام ووضع حد لمعاناة الإسرائيليين والفلسطين على حد سواء وكانت جنوب إفريقيا قد رحبت بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ووزير دفاعه آف جالانت وثلاثة من قادة حماس وقال رئيس جنوب إفريقيا أن بلاده ملتزمة بسيادة القانون الدولي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتسوية النزاعات الدولية بالتفاوض وبحق كل الشعوب في تقرير مصيرها بمن فيهم الفلسطينيون قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن الكونغرس على استعداد لاتخاذ أي إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية بما فيها العقوبات في حال أصدرت مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيل وأشار جونسون أنه إذا تم السماح للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القادة أو القيادة الإسرائيلية فستكون قيادة بلاد هي التالية من جهتها وقال بسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسف بورين إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة مضيفا أن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها تقرر إقامة مراسم تشياء جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه اليوم في مدينة تبريز وكانت إيران قد أعلنت وفاة رئيسي ووزيري خارجية حسين أمير عبداللهيان وآخرين في أعقاب حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها بعد أن تعرضت الطائرة لحادث مفاجئ في محافظة أزربيجان الشرقية شمال غرب إيران كما حددت السلطات في إيران 28 من يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الرحل إبراهيم رئيسي جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاثة حيث تم تبادل الآراء حول تطبيق المادة 131 من الدستور الإيراني بشأن إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خلال خمسين يوما ودراسة توقيت العملية الانتخابية بما في ذلك موعد تشكيل المجالس التنفيذية وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات اشتركوا في القناة